مدينة بابل إحدى عجائب الدنيا في العالم القديم آثارها التي يصل عمرها إلى ستة آلاف سنة تشهد اليوم إهمالاً كبيراً يعاني منه مدخل المدينة الأثرية وتمثال حم رابي مدخل آثار بابل هذا دخوله مننا دخول منناك من سيطرة الآثار ما يبين أكبر شيء هذا هنذن شارعين هذا شارع مدخل مالته بداية زبالة هاي أنقاذ ما حد يشيلها هاي صار لان هنا تقريباً كل خمس سنين يجون كل شهرين كل ثلاثة شهور مرة يشيلون ويمشون ويعني ما يشتغلون شغل مضبوط يشيلون شهور ما كانوا يمشون العراق من الدول التي قامت فيها حضارات قديمة ومن المفترض أن تتحول هذه المدينة إلى صرح سياسي يستقطب السياحة من مختلف أرجاء العالم لكنها بدت على عكس ذلك نفايات هنا وهناك وهي أشبه بمدينة أشباح حالية آثار ما بيلي والله شب بس القذارة والوساخة لا مشجرة لا هاي كنت أستقود جنة هاي بس ماك واحد كاموشه ويخلى الله بين عونه زين هاي كنت أستقود جنة والله زين أسا العالم ما يكون تفتح بغداد قاعد تجا أنواع المناطق تجا على بابل بس ياه شب بابيل ما كنت أملها لا كنت أحالة واحد لا بس يفكرون بذينهم بس يحطون فلوس كل شماكم سوين شيء زيان منه السيد المحافظة هو الشخص الأول هو من شكل اللجنة لدعم إدراج بابل على الأحضرات العالمي واللجنة تلك أد غير قادرة على الإداء تحارل التحقيق وهي المسؤولة أمام الناس وهي المسؤولة أمامنا كمحافظة وكمجز محافظة وهذا حمورابي صاحب المسلة المشهورة التي شرع فيها عدة قوانين في مختلف شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية يشكل يوما من رائحة النفايات التي أحاطت به من كل جانب وبابل ليست بأفضل حال من أخواتها الأخريات فمعظم المحافظات تشكو من سوء الخدمات الأساسية بسبب الإهمال الحكومي والفساد المعشعش في أروقة الدولة العراقية